السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان أونسيس والنقل البحري تحدثنا في حلقات سابقة عن أرستو أونسيس اليوم سنتحدث عنه كمسيرة عملية في النقل البحري بنى أونسيس أسطولا من سفن الشحن وناقلات النفط التي تجاوزت سبعين حاوية أسطول أونسيس كان يحمل أعلام بنما وكان يبحر بدون ضريبة وبالتالي كان يعمل بتكاليف منخفضة جدا وبسبب هذا تمكن أرستو أونسيس من جني الأرباح من كل معاملة حتى ولو كان يتقاضى أدنى الأسعار في أسواق الأسطول التجاري واستطاع أرستو أونسيس أيضا تحقيق أرباحا كبيرة عندما قامت شركات النفط الكبرى مثل سوكوني وموبايل وتكساكو بتوقيع عقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة معه وذلك لاستخدام أسطوله وذلك عندما واجهوا مشكلة في إدارة أساطيلهم الخاصة والتي تحمل الأعلام الأمريكية وبالتالي تحتاج تكلفة عالية هكذا انتهت حلقة اليوم كانت حلقة بسيطة بعنوان أرستو أونسيس ومسيرته العملية من ناحية النقل البحري انتظروني في حلقة جديدة أيضا نتحدث فيها ونكمل مسيرة هذا الرجل في أكثر من عمل مختلف وكيف حقق ثروته وإنجازاته العملية بوجه عام أتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم وأفادتكم على أمل أن نلتقي قريبا بإذن الله كان معكم أشرف أسامة